مرحبا يوم لح نحكي عن مهنة جديدة كمان مطلوبة بمقاطعة معينة بكندا هذه المهنة فيك تقدم عليها بشكل مباشر أونلاين إذا كان متوفر عندك الشروط طبعا إذا ما متوفر عندك الشروط فيك أنك تتواصل معنا لنعمل تقييم كامل بشكل مجاني لنشوف الخيارات اللي هي مناسبة لوضعك وبناء على هذه الخيارات فيك تختار الطريقة الأنسب لأله لكن حاليا خلينا نتابع الفيديو للنهاية لنعرف شو تفاصيل هذا الموضوع ويعترى إذا كان مناسب لألنا أم لا وإذا الشخص بركز بشروط هذا البرنامج بيقدر يعرفنا الموضوع جدا سهل لكن عليه أنه يبدل بعض الجهد لحتى يقدر يصل لنتيجة جيدة بالنهاية لهيك بتمنى أنكم تركزوا بكل التفاصيل وبكامل الفيديو لحتى يصبح عنكم فكرة كاملة عن كيفية التقدم أما إذا الشخص تابع جزء من الفيديو ما تكون عنده الفكرة كاملة عن الموضوع أو بيقدر حتى يتواصل معنا مثل ما حكينا للتقييم الشامل أما بالنسبة لمكان التصوير هذا المكان هو أحد حضائق الموجودة في تورونتو بأونتيريو بكيندا وصورناه تقريبا من يومين أول شيء خليل نحكي عن الجنسيات أي جنسية بالعالم تقدر تقدم على هذا البرنامج ما بيهم نوع الجنسية ما بيهم إذا الشخص مثلا من دول جوازات سفرها ضعيفة أو ما عندها فرصة بالهجرة هذا كلام غير دقيق لكن إذا كان الشخص مؤهل بغض النظر عن جنسيته ممكن أنه يقدم على هذا البرنامج أما بالنسبة للأشخاص اللي ما موجودين ببلد الأم مثلا وموجودين بقطر موجودين بالسعودية موجودين بأي دولة بالعالم لازم يكون عندهم إقامة نظامية ما بيمشي الحال إذا كان عندهم إقامة لجوء أو إقامة مؤقتة أو على فيزة زيارة هذا الشي ما بيمشي الحال لازم يكون في إقامة صالحة وسارية مثل الإقامات اللي تجدد مثلا بشكل سنوي أو مثلا كل سنتين لكن لازم تكون إقامة عمل لحتى يقدر الشخص يقدم على هذا البرنامج إقامات الأخرى لازم تستشيرونها أو تتواصلوا معنا على الواتساب لحتى نقرر إذا فيكم تقدموا على هذا البرنامج أم لا في حالات معينة في إقامات معينة لازم تتواصلوا معنا أحيانا فيكم تبعتوننا صورة عن هذه الإقامة لنقدر ننصحكم إذا فيكم تقدموا أم لا الشرط الثاني طبعا لازم يكون عندك جواز صفر صالح وإذا كان هذا الجواز في عدد سنين أكثر بيكون هذا الشي كمان مفيد هذا الشي جدا منشجع عليه إنه الشخص إذا كان جوازه سيخلص الأفضل إنه يجدده وبعدين إنه يتواصل معنا ننتقل للصور الشخصية طبعا لازم يكون في صور شخصية عدد اثنين مطابقة للشروط الكندية وكمان أيضا السي في أو السيرة الذاتية اللي هي بالطريقة الكندية في كتير فورمات أو طريق موجودة على الجوجل أونلاين ما هي بالطرق الصحيحة لازم الشخص يتأكد إنه هذه هي الطريقة الكندية لحتى يساوي السي في أو السيرة الذاتية بهذه الطريقة ويعملها PDF لحتى تكون جاهزة من أجل هذا البرنامج وأكيد عم تتسأل إنه شو هدف من هذا البرنامج شو سيستطيع استفاد منه طبعا هذا البرنامج إذا تم إختيارك وتم قبولك لحتى تأتي على كندا وتعيش عدة سنوات اللي هي ثلاث سنين من أصل خمس سنين لحتى تقدر تقدم على الجنسية طبعا عن طريق هذا البرنامج فيك إنك تجيب زوجتك وأولادك تحت 22 سنة ويقدر يساعدوك طبعا إذا زوجتك إجيت معاك بهذه المقاطعة طبعا لازم توعد بهذه المقاطعة أقل شي سنة إذا فكرت بعد إنك تنتقل لمقاطعة ثانية وأنا بشجع العائلات أن تستقر بهذه المقاطعة اللي ما فيها كثير عدد سكان لتتر تبني إلها بزنس أو مثلا الوظيفة اللي هي موجودة فيها لحتى تصير عندها سنين خبرة لحتى تصير هي على دراية بهذه المقاطعة والأشياء الموجودة فيها المهنة المطلوبة النظام الصحي والحياة بشكل عام بهذه المقاطعة بعد ما يتعود الشخص على هذا المكان ما كثير بنصح أنه ينتقل لمكان ثاني إلا إذا ما قدر هو يلاقي الفرص اللي هو كان مخطط أنه يصلها أو الأهداف اللي هو حاطت أو راسم إلها طريقة لأنه يصلها فإذا ما وجد بقدر أنه ينتقل لمقاطعة ثانية لكن كثرة التنقل بين المقاطعات هذا الشيء ما بنصح فيه أبدا بعد ما حكينا عن وجود جواز السفر لازم يكون في عندك جواز السفر صالح وإقامة إذا كنت مقيم خارج بلدك ويكون عندك السيفي بالطريقة الكندية وصور شخصية لنحن نحكي عن العمر العمر لازم يكون بين الـ 21 سنة و 55 سنة لتقدر تكون مؤهل لهذا البرنامج يعني تحت الـ 21 ما بيمشي وفوق الـ 55 سنة كمان ما فيك تقدم وقبل ما تابع التفاصيل حابب نوه لموضوعين كتير مهمين أول شيء الرسائل اللي عم تصنع على الواتساب وعن الفيزا السياحية اللي يكثر السؤال عنها الرسائل اللي عم تصنع على الواتساب تقريباً بيجينا مئات الرسائل باليوم لهيك متمنى أنه تعذرونا أحياناً منطول من يوم لثلاثة أيام للرد على الناس وأحياناً فيه ناس لما منسألهم أسئلة كثيرة ما بيجاوبونا بيجاوبونا فقط جواب واحد هيك بيكون عندنا معلومات قليلة ما بنقدر أنه نعطيهم تقييم لهيك أحياناً بيكون عندنا ضغط كبير ما بنقدر أنه نتابع معهم وننتقل للشخص الثاني فلما بتكون المعلومات ناقصة من طرفك ما حنقدر نعطيك أي تقييم طبعاً هذا التقييم بيطريقة مجانية الأشخاصي اللي كتير مستعجلين وعندهم أمور طارئة بيطروا يشتركوا بالعضويات الشهرية المدفوعة يلي موجودة على قناتنا عن اليوتيوب أو عن طريق موقعنا الرسمي أو حتى بيطروا يتواصلوا معنا بهذا الموضوع أما بالنسبة للفيزا السياحية نعم في كتير ناس عم تسألنا عن هذا الموضوع في ناس بتنقبل وفي ناس بتنرفط طبعاً على حسب ملف كل شخص كل شخص يختلف ملفه عن الآخر يعني ما معناته أنه أنت مثلاً عبيت الطلب معناته هذا كل شيء لا فيه مستندات داعمة تختلف منك لصديقك لأريبك لأي شخص آخر وكل حالة إلى قضية يعني ملف الهجرة أو ملف الزيارة إلى كندا أو السياحة يختلف من شخص إلى آخر وبنصح يكون فيه شخص مختص بهذا الموضوع لا يقدر يوفر كامل المعلومات ويزيد فرصه بالقبول بعد ما حكي أنه لازم يكون عندك جواز سفر يكون عندك صور شخصية والسيرة الذاتية وعمرك بين 21 إلى 55 يكون عندك جوازك يكون صالح وإقامتك إذا كنت موجود بغير بلد الأم يجب أن يكون عندك الثانوية الثانوية يعني متم المرحلة الثانوية لحتى تكون مؤهل لهذا البرنامج وهذا مننتقل لموضوع اللغة اللغة المطلوبة هو درجة 4 CLP4 أو IELTS 4 يعني هو كثير سهل أنه الشخص يمكن يحصل على هذه النتيجة إذا يمكن يعمل دورة مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة ثلاثة شهور يمكن أن يصل لها المستوى مكثفة تكون طبعا أو إذا كان ناطق باللغة الفرنسية كمان هو بحاجة التاف بقدر أنه يقدم كمان على هذا الفحص ويجيب المستوى المطلوب أو أنه يعمل دورة مكثفة لحتى يقدر يصل لهذا المستوى وبعدين يقدر يكون مقبول أو قادر يقدم على هذا البرنامج بعد ما يحصل على الشهادة اللغة أما بالنسبة للشرط الأخير الشرط الأخير إيجاد عقد عمل بكندا نحن مثل ما بنعمل فيديوهاتنا السابقة موجود بالدسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف أو أول تعليق موجود كافة التفاصيل والمواقع اللي تقدر تبحث فيه عن عقد عمل نعم فيه كتير صعوبة أحيانا بإيجاد عقد عمل لكن نجب عليك أنك تبذل جهد لحتى تقدر تجد عقد عمل مع كامل الشروط اللي حكينا عنها بهذا الفيديو بالإضافة لعقد العمل اللي اللي هلأ عم نذكره اللي هو آخر شرط لازم تكون مستوفي كامل الشروط في بعض الأشخاص تحب أنه نحن نساعدها لكن لازم تكون مشتركة بالعضوية الشهرية لحتى نقدر نساعدهم بإيجاد عمل عن طريق شركات أصدرت عقد عمل بس سابق للأجانب لكن طبعا ما في شي مضمون ممكن أنه نحصل على انترفيو أو مقابلة لهذا الشخص خلال هذا الشهر اللي هو مشترك فيه وممكن لا فإما عليك أنك تجتهد بنفسك وتحاول تدور أو أنك تتواصل معنا لحتى نحاول أن نساعدك خلال شهر كامل بإيجاد فرصة عمل بكندا وطبعا سيظهر عنكم على الشاشة حاليا للواتساب لحتى أنكم تواصل ومعنا إذا حابين نعملكم تقييم كامل ونشوف الخيارات اللي موجودة عندكم حسب مؤهلاتكم أو أنكم كمان فيكم تنضموا إلنا للمجتمع اللي منشارك فيه آخر الفيديوهات والأخبار عن كندا أو الهجرة لأي دولة بالعالم فيكم أنكم تراستونا وتقولوا كلمة مجتمع أو كميونيتي لحتى نضيفكم لهذا المجتمع ونشارك معكم آخر الأخبار شكرا كتير لكم بتمنى التوفيق للجميع وطاب يومكم ترجمة نانسي قنقر